السلام عليكم أصدقاء أتمنى أن تكونوا في أحسن حال مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نسترق إلى موضوع مهم جدا أولا وهو تعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة وبسيطة خصوصا عندما يتعلق الأمر بتعلم الأفعال والمفردات اليوم لقد أحضرت لكم طريقة سهلة تسهل لكم عملية التعلم وتذكر الأفعال والمفردات هيا لنرى أول شيء يجب أن نعلم أن في اللغة الإسبانية يجد بعض الأفعال الرئيسية وهذه الأفعال إذا تم إضافة إليها أبادئة أو لاحقة أو كما يقال لها في اللغة الإسبانية بريفيخو و سوفيخو معنى الفعل يتغير نسبيا على سبيل المثال فعل تنير هو فعل رئيسي ويعني يمتلكه على سبيل المثال نضعه في جملة أنا لدي إخوة ولكن إذا قمنا بإضافة أبتنير في الأول أضافنا O و B معنى الفعل يتغير نسبيا يصبح معنى أبتنير يصبح معنى يحصل على سبيل المثال أنا لدي إذا أردت أن أقول أنا أحصل أنا لدي إخوة أبتنير التصريف لم يتغير و نطبق نفس التصريف مع جميع الأفعال المشتقة من فعل تنير الآن سوف أقوم بوضع هنا أو هنا تصريف فعل تنير في الحاضر وسوف نقوم بمقارنته مع الأفعال المشتقة منه حسناً وسوف أقوم بذكر بعض الأفعال المشتقة من فعل تنير فعل سيجير فعل بوربير ومزيد من الأفعال حسناً هاي لنبدأ أول فعل قنا تنير yo tengo tú tienes él ella usted tiene nosotros tenemos vosotros tenéis ellos ellas ustedes tienen حسناً هيا لنقوم بتصريفي مع الفعل Obtener yo obtengo tú obtienes él ella usted obtiene nosotros obtenemos vosotros obtieneis ellos ellas ustedes obtienen كما نلاحظ التصريف نفسه فقط نقوم بإضافة Ob بالتصريف حسناً هيا لنرى فعل آخر على وهو فعل detener detener يعني أوقف فعل يعني أوقف بتصريف yo detengo tú detienes él ella usted detiene nosotros detenemos vosotros deteneyes ellos ellas ustedes detienen الفعل يتغير معناه نسبياً ولكن التصريف لا يتغير وهذه الطريقة يتم الإعتماد عليها لكي نتذكر الأفعال بسرعة ولا نرتبك عندما نريد أن نفكر في تصريفها ولقد قمت بتدويني هنا في هذا الدفتر الأفعال المشتقة ليس فقط من فعل تener ولكن أيضاً من أفعال أخرى سوف نراها بالفيديو إن شاء الله هيا لنبدأ لقد شرحنا فعل تener ومعناه وكيف نستخدمه وتصريفه أيضاً يحتوي على سي في الأخير وهذه سي نستخدمها عندما نريد أن نتحدث عن شيء نفعله لأنفسنا فالفعل هنا هو فعل إنعكاسي على سبيل المثال عندما أريد أن أخسل يدي أو أخسل وجهي فعل الغسل أو غسل هو لابار ولكن عندما أريد أن أخسل وجهي أقول حسناً هنا نفس الشيء فعل تنفسي نضينا هنا مثال هنا نرا أن الفعل تنفسك يعني أن تقاوم أنت تانية بنفسك حسنا لدينا أيضا فعل CONTENER CONTENER يعني يحتوي أو يضم نضيفه CON على فعل TENER C O N هنا لدينا مثال الليبرو كنتين إنفرماتيون بليوسة سبري لاستوريا لوكان الكتاب يحتوي على معلومات قيمة حول تاريخ المحلي لدينا مثال لدينا فعل آخر هنا لدينا فعل MANTENER MANTENER يعني يحافظ أو يستمر ونضيفه M A N على فعل الرئيسي على وهو فعل TENER لدينا مثال ella mantiene la calma durante las reuniones difíciles هي تحتفظ بهدوئها خلال الاجتماعات الصعبة كما نرى في MANTENER نستخدم للحفاظ على شيء مثلا نحن الشعوب العربية نحافظ كثيرا على تقاليدنا NOSOTROS LOS ÁRABES MANTENEMOS MUCHO NUESTRO COSTUMBRE TRADITIONAL SI TABIAI لدينا فعل آخر هنا أو سنمر إلى فعل آخر أو فعل SEGUIR فعل SEGUIR معنى يتابع أو يستمر ونستخدم هذا فعل كثيرا عندما نريد أن نتابع شخصا ما على Instagram أو TikTok حسنا لدينا هنا مثال SIGI ESTUDIANDO هو يتابع دراسته حسنا وهنا لدينا فعل آخر مشتق من فعل SEGUIR أو هو perseguir ويعني يطارد أو يلاحق أو يتعقب ونستخدم هذا الفعل في هذا المثال la policía persigue el ladrón por toda la ciudad الشرطة تلاحق el les عبر المدينة وهنا لدينا فعل آخر أيضا مشتق من فعل SEGUIR وهو DESIGIR وهو عكس SEGUIR SEGUIR يتابع DESIGIR يتوقف عن المتابعة مثال MI PADRE DESIG LAS NOTICIAS DESDE HACE AUN MES توقف أبي عن متابعة الأخبار من شهر المدا فعل آخر أيضا مشتق من SEGUIR CONSEGUIR CONSEGUIR هو مراتف فعل OBTENER كلا هم يعني يحصل وهنا لدينا él CONSEGU BUENOS RESULTADOS هو يحصل على درجات جيدة نمر إلى فعل آخر وهو فعل PONER فعل PONER يعني يضع أضع شيئا ما فوق شيئا آخر ساب المثال يو يو PONGO الليبرو اللاميسا أنا أضع الكتاب على الطاولة فعل آخر مشتق من PONER PONER C هنا يتكرر نفس الأمر في الأول قلنا أن TENER هو الفعل العصلي وإذا عضفنا TENER C يسب الفعل INIKA C نفس الشيء هنا PONER C هو عندما تضع شيئا ما على نفسك والفعل حرفيا يعني يرتدي ونرسي يعني يرتدي مثال MEPONGO MEPONGO أيضا نقوم بتغيير C C هو دامير يتعلق به أو هي أو هم أو هن ولكن عندما أريد أن تحدث عن نفسي يجب أن نقول MEPONGO العبريغ antes de salir de casa ارتدي المعطاف قبل الخروج من المنزل ونمر إلى فعل آخر وهو PROPONER فعل PROPONER مشتق من فعل PONER أيضا يعني يقترح موسيقى 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 PARA LA FIESTA هم يؤلفون موسيقى جميلة من أجل الحفل لدينا في الآخر EXPONER كما لاحظتم فقط نضيف PREFICO نضيف فقط PREFICO على جميع الأفعال والمعنى يتغير قليلا ولكن يسهل حفظها بهذه الطريقة EXPONER يعني يعرض أو يقدم أنت تعرض أفكارك في اجتماع اليوم لدينا في الآخر IMPONER IMPONER يعني يفرد أو يضع في الأول قلنا PONER يضع ولكن عندما نضع شيئا ملموسا على شيئ ملموس آخر ولكن IMPONER نستخدمه عندما نتحدث عن وضع القوانين أو فرد القوانين ملا دين مثال el gobierno el gobierno impone nuevas regulaciones para mejorar la seguridad و هنا في الآخر reponer يعني يستعيد أو يستبدل مثال cada mañana repongo yo أنا repongo las 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 provisiones en la dispensa في الآخر suponer 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 يعني يفترض أو يعتقد مثال supongo que llegaran a tiempo para la boda supongo que llegaran a tiempo para la boda أفترض أو أعتقد أنهم سيصلون في الوقت الملاسب للزفاف والآن نمر إلى فعل آخر وهو فعل أثر فعل أثر فعل مهم ورئيس جدا في اللغة الإسبانية نستخدمه كثيرا عندما يتعلق الأمر بفعل شيئ ما لأن الفعل أثر يعني فعل فعل باللغة العربية هنا لدينا مثال yo hago ejercicio todos los días أنا أقوم بالتمرين كل يوم وهو لدينا هنا ديس أثر فعل مشتاق من فعل أثر فقط نضيف دس إلى فعل الاصلي وهو يعني فكك هنا لدينا مثال ella deshace el paquete para ver su contenido هي تفكك أو تفتح العربة أو الطرد لكي ترى محتواه وهنا فعل آخر مشتاق من فعل أثر وهو رياثر 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 يسلحو أو يعيدو بنا لدينا مثال él رياث los documentos él رياث el documentos هو يعيدو أو يسلحو الوثائق لدينا فعل آخر وهو فعل decir أيضا هو فعل مهم جدا في لغة إس آخر وهو يعني فعل يقول يو ديگو تُو ديس إل إيا أست ديس نوسطر ديس موسطر ديس إيئس 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 ديس ديس حسنا الآن هي لنرى مثال نوسطر ديس موسطر ديس نوسطر ديس موسطر نحن نقول الحقيق لدينا في الآخر مشتاق من في ديثير وهو بريديثير بريديثير ويعني تنبأ أو يتنبأ ونستخدم هذا الفعل كثيرا عندما يتعلق الأمر بأرصاد الجوية بأشياء طبيعية جيولوجية وهنا لدينا مثال المتيرولوجو بريديثي كبا يوير مانيانا عالم الأرصاد الجوية يتنبأ أنها سوف تنتر غدا هي لنمر إلى فعل آخر وهو فعل تراير فعل تراير أيضا فعل رئيسي ويعني يحضر هنا لدينا مثال يترايقو إلى الموارثو على أفصين todos أحضر 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 الغداء إلى المكتب كل يوم حسنا الآن هيا لنمر إلى فعل مشتاق من فعل تنير وفقط نضيفه آ في البداية ويصبح الفعل آتراير ويعني يجذبو يجذبو آتراير وهنا لدينا مثال يجذبو الكثير من الزوار هيا نمر إلى فعل آخر وهو رتراير ويعني يسحبو أو يسترجعو وهنا لدينا مثال النيو رتراي لامانو الطفل يسحب يده عندما يشعر بأن النار قريب أمر طبيعي والآن نمر إلى فعل آخر وهو فعل بولبير فعل بولبير يعني يعودو ولدينا مرادف لفعل بولبير وهو ريجريسار يعودو أعود إلى المنزل أعود إلى بلدي للمدرسة بولبير أو ريجريسار ولكن الآن سوف نركز فقط على فعل بولبير ولدينا مثال بوسطرز بولبايس a casa después del trabajo todos los días أنتم تعودون إلى المنزل بعد العمل طوال اليوم أو بعد العمل كل يوم لدينا فعل مشتق أيضا ونفس الشيء هذا الفعل إن إكاسي نضيف سي في أجر volverse يعني أصباح أصباح لدينا مثال ترجي él se vuelve más atento medida que pasa el tiempo él se vuelve más atento a medida que pasa el tiempo هو أصباح أكثر انتباحا مع مور الوقت لدينا مثال آخر devolver فقط نضيف في أول الفعل z وتعني يعيد على سبيل المثال أعيد لك النقود تعيد لأغراضي على هذا النقو لدينا فعل هنا لدينا مثال yo devuelvo el libro a la biblioteca mañana أنا أعيد الكتاب إلى المكتبة غدان لدينا فعل آخر وهو فعل revolver revolver وتعني يخلط أو يقلب ونستخدم هذا الفعل كثيرا مع الطبخ لدينا مثال tú revuelves la sopa para que no se pegue al fondo de la olla ومعن الجملة تعني أن تقلب الحساء لكي لا يلتصق في قاع الوعاء وهنا نمر إلى فعل آخر وهو فعل ببير ببير وهو فعل رئيسي ويعني يعيش yo vivo tú vives él vive nosotros bebimos vosotros bebís ellos ellas viven لدينا مثال vivo جيران في تناغ وهذه إذا كنتم تهتمون بالمقاطع القصيرة فلدينا حساب على تيك توك على إنستغرام وأيضا نقدم دورات التعلم اللغة الإسبانية والإنجليزية واللغة الفارسية أيضا للمتحدثين باللغة الإسبانية والإنجليزية والعربية شكرا على المشاهدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة